دكتور معتصم الشهيدي معنا من القاهرة وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزن مرحبا بك دكتور معتصم دعنا نبدأ بهذا الخبر يعني فيما يتعلق بمؤتمر المستثمرون ما هو المعول عليه وأيضا فيما يتعلق بأن هذه الإشارة يعني إشارة أن الحكومة قد تلجأ لسوق المال لعمليات التمويل في مشاريعها أولا هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني سبق عقد مؤتمر مسيل في العام الماضي كان نتيجة أننا قيدنا أكثر من 20 شركة في السوق المصري ودائما الحملات الترويجية للسوق المصري كانت غير كثيرة أو مش كثيرة خلال الفترة الماضية وبالتالي لابد الآن من زيادة المعروض في السوق من ناحية لكن لابد أن يكون أيضا هناك توازن بين المعروض والطلبات الموجودة في السوق بمعنى زيادة الترويج للاستثمار في السوق زي ما نروج لطرح شركات جديدة في السوق أعتقد أن الإشارة أن الحكومة ستستخدم البورصة المصرية في عمليات التمويل ده ليه شكين؟ الشك الأول متعلق بسندات وأزون الخزانة ومطالباتنا الدائمة بإطلاق حرية التداول على سندات وأزون الخزانة وبالتالي نشيل الوسيط بين الحكومة والمدخرين ويتم تحويل الإدخار إلى استثمار مباشر وتمويل مباشر للحكومة ولده بالتأكيد سيخفض من العائد على أزون الخزانة من ناحية وسيجعل هناك تنوع في المحفظة الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين لما تكون محفظة الاستثمارية في شكل أسهم ده جانب الجانب الآخر وهي الشركات سواء شركات مقيضة حاليا في السوق أو شركات سيتم اقضها في مرحلة تالية ومن الشركات التي نشاهد في السوق محتاجة عادة هيكلة واضحة جدا ويمكن اعتماد على سوق المال عن طريق إطفاء الخساري الموجودة لديها وعمل زيادة رأس مال كبيرة بعد خطة استثمارية واضحة هي شركة الحدود والصلبة على سبيل المساعد شركة عملاقة شركة ضخمة في شركة عدد كبير من العمال لكنها تحقق سنويا حجم كبير من الخسائر يمكن اطفاءها زيادة خسائر في رأس المال وبدء عملية زيادة رأس المال جديدة وتطوير الشركة بحيث أن تتوصل لمرحلة الربحية المجزية للمستثمرين والحكومة هي الشركات غير مقايضة ويجب طرح مجموعة من الشركات زيادة الربحية العالية للمستثمرين في البورصة يجب تشجيع السنديق الخاصة واموال التأمينات والمحافظة الحكومية لدخول في السوق في شركات جديدة ترفع من وزنها النسبي داخل السوق وبالتالي تشجع على الاستثمار في السوق المال نعم واضح من هذه الشركات الجديدة المتوقع ادخالها في السوق بالنسبة لأعمار اذا اتحضر لاكتتاب اعمار برأيك كم هو مؤثر فعلا على اجواء التدولات اكتتاب اعمار رغم ان هي شركة خاصة مش شركة عامة لكن مطلوب جدا ان احنا ندخل لشركات جديدة كتير من المتعاملين في السوق بينظروا ان دخول هذه الشركات في هذا التوقيت يؤثر بشكل كبير جدا على حجم السيولة الموجودة في السوق لانها لم تأتي بجذب يعني سيولة جديدة من الخارج او سيولة كثيرة من الغارب من الخارج وهو ده اللي كان بيحصل في اغلب استثمارات في السابق ان اي يعني طرح جديد كان بيجذب استثمارات واموال جديدة للبرصة وبالتالي تشجع على جيادة الاستثمار في البورصة هذه الاموال بعد انتهاء عملية تخصيص الشركة المطروحة كان تعود مرة اخرى للبرصة وتنشط عملية التداول انا اعتقد انها في المرحلة الاولية قبل عملية الطرح ستؤثر طرح اعمارة على سيولة السوق بالسلب سيؤثر على انتظار المستثمرين لما سينتوك عنه هذا الطرح الكبير سيؤثر على ان مؤسسات المالية بعضها سينتظر يعني يرى التخصيص وماذا سيخصص له في الاتتاب حتى يدخل السوق مرة اخرى وبالتالي قبل عملية الطرح بالتأكيد سيؤثر بالسلب وهو ما نراها الان في السوق لكن بعد عملية الطرح سينستفيد اكثر من استفادة الاستفادة الاولى ان ستكون اعمار احدى الشركات اللي ستعدل من الاوزان النسبية في المؤشر وذلك بعد فترة من التداول وبالتالي سيقلل من استحواز البنك التجاري على وزن نسب السقيل من المؤشر ايضا ستؤثر اعمار انها بالتأكيد ستجذب بعض الاموال خاصة الاموال العربية للاستثمار فيها وبالتالي سيعود بعض من هذه الاموال الى السوق مرة اخرى وده هيؤثر ايجابيا على احجام التداول ايضا سيجعل مزيد من الشركات العملاقة في التفكير لطرح فيها البورصة وبالتالي ستجذب مزيد من الشركات ذات الربحية العالية شركات ذات رأس المال الكبير وبالتالي سيكون مفيد بشكل كبير للسوق نعم وبشكل مختصر ايضا دكتور معتسم ماذا عن تفعيل آلية تي بلس ون التي ستبدأ في الغد بالتأكيد تي بلس ون آلية جديدة ستساعد على زيادة معدلات الدوران في السوق ستساعد على جاذبية السوق المصري بحيث ان هو يقترب من اسواق المحيضة من حيث ان التسوية بتاعته يعني يكون زمانها اقل هيقل منها مخاطر المالية اللي بتعرض لها المستثمر لكن يعني انا اعتقادي ان عندنا تي بلس ون وعندنا سيم ديت ريدنج وعندنا تي بلس زيرو اعتقد ان انا حانا وقت ان احنا نسعى لتغيير مادة 4 من قانون 93 للحفز المركزي بحيث ان احنا يعني نلغي الفاصل بين ونسمح به الفاصل بين التسوية المالية والتسوية والتسوية الورقية بحيث ان احنا نسمح ان نصل الى تي بلس زيرو في جميع الاسهم لكل المستثمرين اشكرك دكتور معتصم الشهدي على كل هذه المعلومات واندنا ايب رئيس مجلس ادارة هورايزون لتداول اوراق المالية